عائلة كربلائية تتعرض لعملية ابتزاز بسكوك مصرفية مزورة وخطف لأحد أفراد العائلة ومساومات مالية وصلت لأكثر من مئة مليون دينار عراقي دعوات قضائية ومحاكم لكن دون جدوى الأم تروي لنا ذلك كانت مشكلة بينهم بين ابني وبعد كم يوم خطفوا حفيدتي اشتكينا عليهم مركز شرطة المخيم وطلعوا من القضية برغم ما عندنا عليهم أدلة مقاطع صوتية وتهديد والابنية شافتهم وتعرفهم وطلعوا من القضية أفراد بعدها قاموا بشكوها على زوجي واتهموه بسكوك مزورة هو الرجال حياته كلها ما مساوي سكوك مزورة ولا مقع على سكوك مزورة ولا يتعامل بالسكوك يعني ماكو دولة ماكو قانون يبين التزوير زوجي نحكم هسه أربعة شهر على كصك سكين ثمانة شهر يعني شنو ذنب الرجال شبير ومريض وبيسكر وبيضغط بالسجن بدون ذنب يعني هذا مظلم تزوير بصورة بدائية عن طريق نسخ التوقيع وكتابة المبلغ خصوصاً وأن الأب يعاني الأمية فهو بالكاد يستطيع كتابة اسمه مما أثار استغراب أبنائه فالتواقيع وقعت بصورة دقيقة أكثر من مرة دون خطأ حادثة أذهلت المحققين لكن شهود الزور كان لهم رأي آخر حسب قولي أبنهم الأصغر أنا والدي رجل رابع ابتدائي لا يقرأ ولا يكتب رجل أمي وجابوا علي الدعوة أن أبوي محرر لهم سكوك 30 ب30 مليون فأبوي لا محرر سكوك ولا مقارهم على سكوك ولا باصمرهم على سكوك باطلة بباطلة هم شغلتهم تزوير هم ذول عصابات خطف وتسليب وتزوير يعني الدولة اللي هسا ما عرفت شنو وضعيتهم الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المجرمين إصابات تنتقل في المدينة بحرية تامة تخطف وتسرق وتبتز عوائل ليس لهم ما يحميهم من بطشهم وجرمهم قانون لا بد له أن يحاسبهم لتحقيق عدالة وأمن بين المواطنين قيمة دعوة قضائية عليهم فتدع تعرفوا الإجراءات فطولت فترة من الزمن فمن وصلت الأخير جلسة يمن القاضي القاضي ما تدخلني تدخلني بالرفعة الجلسة بأخير جلسة ما تدخلني القاضي ما تدخلني القاضي وطلعوا من المحكمة طلعوا من المحكمة لعدم كفاية الأدلة بالعكس أنا عندي بصمات ما لصوت عندي هواي أشياء ومن ضمنهم صور دي شهر علي وعلى بتي اللي قاصر عمرها طنعة سنة ورفضوا رفضة المحكمة البنية الشكة بتي حوادث تتكرر يوميا بعضها يلتجأ للإعلام لنصرته وسط ضغوطات أصحاب قرار أو محسوبيات داخل هذه المدينة الصغيرة من كربلا جاسم لهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر